بسم الله الرحمن الرحيم ألف بامر كتاب أحكمت آياته مفصلت للب الحكيم الخبير ألا تعبه إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم فمة إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مربعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صفورهم ليستخفوا منهم ألا حين يستغشون تيابهم يعلم ما يسرون وما يعلمون إنهم عليهم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أي أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثونني بعد الموت ليقول أن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولوا إن ما يحبسهم ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أدقنا الإنسانهن رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوص كفروا ولئن أدقناه نعماء بعد ذراء مسته ليقولا من ذاب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صدقوا عملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارثوا بعض ما نرحى إليك وطائفوا به صدرك أن يقولوا لولا أوزل عليك أنزل أو جاء معهم ملك إنما أنت نذير والله علىكم بشيء وكين أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سوى مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا إنما أوزل بعلم الله وألا إلا إلا هو فهل أنتم مسلمون من إن كان يدين حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يدخصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحرق ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بذينة من ربه ويتمو شاهد منه ومن قبله كتاب موسى ومن قبله كتاب موسى إبانا ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعبه فلا تكفي نرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يدون ومن أصلم من من افترى على الله كذبا أولئك يغربون على ربه ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربه ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصفون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله الأولياء وضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعلموا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تنهكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومي إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال النبأ الذين كفروا من قومي ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا باديا رأيك وما نرا لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيكم إن كنت على بينة من ربي وآتا لي رحمة من أيدي فعنيت عليكم أنرزمكم وأنتم لا كارمون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أمن قال للذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراتم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طرقتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم أيدي خزائر الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول إني بلك ولا أقول ولا أقول للذين تزدري أعلمكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكسرت جدالنا فأتنا بما تعبنا فأتنا بما تعبنا إن كنت من الصادقين قال إن ما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم إن أردت أن أنصح لكم إن كان منهم يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون أم يكون افتراك قل إن افتريتهم فعليه إدراني وأنا بريء مما تجربون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آلم فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مهرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخن قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتي عذاب يحزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا داء أمرنا وفارت تنوق النحل الفياء وفارت تنوق النحل الفياء من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القوم ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها باسم الله من مجراء ومرساء إن ربي لوفور رحيم وهي تجريبهم في مود كالجبال ونادى موكم ابنهم وكان في معزن يا بني اركبوا معنا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ قال سآل إلى جبلي يعصفني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه وحال بينهم الموت فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلي وغيظ الماء وقضي الأمر واسدوت على الحودي وقيل بعدا للقوم الخالمين ونادى نوح ربهم فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك بني علم إني أعظك أن تكون من الجاهدين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس بني علم وإن لا تغفدني وترحمني أكون من الحاسرين قيل يا نوح اببط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمت يوم ثم يمس منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب يحيا إليك ما بود تعلمها أنت ولا قولك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاب أخارهم مودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لهم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أدراك إن أدري إلا على الذي فطرني أفلا تعقبون ويا قوم استغفروا ربكم ثم كوب إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إن اعترات بعض آلهتنا بسور قال إني أشهد الله واشهد إني أشهد الله واشهد وأني بريء مما تشهدون من دوني فتدوني جميعا ثم لا توزرون إنني تودلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على شراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلرتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفير ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غدير وتلتعاد جهدوا بآيات ربهم وعصوا رسلا واتبعوا أمركم لجبال العليل وأطبعوا في هذه الدنيا لعمة ويوم القيامة ألا إن عادا تفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم مود وإذا تمود أخار صالحا قال يا قوم اعبدوا الله لا لكم من إله غير هو أنشأت من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرضوا قبل هذا أتمهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شفك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بيئة من ربي وآتاني من رحمة فمن ينسوني من الله إن عصيته فما تزينني غير تخسين ويا قوم آبهنا قطوا الله لكم آية فذرها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا مدينا صالحا والذين آمنوا معهم مدينا صالحا والذين آمنوا معهم برحمة منا ومن خزن يومي إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يرموا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود وقد جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبت أن جاء بعض الحميد فلما لدي أيديهم لا يقصر إلينا كرم وأوجس منهم كيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم موطة وامرأة طائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومنهم وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عبد وهذا معني شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروم وجاءته البشرى يجادلنا في قوم موطة إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مرهول ولما جاءت رسلنا لوقا سيء بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءهم قوموا يغرغون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتهم أطرر لكم فاتقوا الله ولا تحزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أنني بكم قوة أو آويني إلى رقم شديد قالوا يا روت إنا رسول ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنهم مصير أما أصابهم إن موعدهم يصبح فليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليا سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجين المعضون مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مرين أخار شعيبا قال يا قوم اعبوا الله ما لكم من إله غير ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قلب أوفوا المكيال والميزان بالكسطة ولا تبخصوا الناس أشياء ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعير أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليب الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بلينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن كريت إلا الإصلاح ما استطعت وما تغفيت إلا بالله علي توكلت وإليه ويا قوم لا يجربنكم شخاقين أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوع أو قوم غود أو قوم غود أو قوم صالح وما قوم نوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم تروا إليه إن ربي رعيم ودود قالوا يا شعير ما نفقر كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا ربتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أربي أعز عليكم من الله واتخدتم وراءكم ظهرية إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكاناتك إني عامل سوف تعلمون سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاتلين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينة ما بعد التمود قال قد أرسلنا لموسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدر قومه يوم القيامة فأوردهم النار وَبِئْسَ الْعِفْدُ الْمَرْفُودِ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ نَعْنَةَ وَيَوْمَ وَالْقِيَامَةَ بِئْسَ الْعِفْدُ الْمَرْفُودِ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّوا عَلَيْكَ مِنْهَا خَائِمٌ وَحَصِيلٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَلْمُ آلِهَةِ الْمُّ الَّتِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَلْغُ رَبِّكِ وَمَا زَادِهُمْ غَيْرَ تَتْبِيلٌ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةَ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيْمُ شَيْدٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمُ مَدِمُورٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمُ مَشْهُودٌ وَمَا مَأْخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٌ يَوْمَ يَأْدِ لَا تَكَلَّبُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِرٌ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَفُوا فَفِي الْنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِبِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُهِيدٌ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِذُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّ عَطَاءً غَيْرًا بِذِودٌ فلا تكفي مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباء من قبل وإنا لم وفيهم نصيبهم غير منقوس ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة موسى بقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لك شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنهم بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطعه إنهم بما تعملون بصير ولا تركبوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء وأقم الصلاة طرفا من نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يغبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصدر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم قلوب قهية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القراب الظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزال مختلفون إلا من رحم ربك ولذلك خلقه وتم التلمة ربك لأن جهنم من الجنة والناس أدلعين وقل لن نقص عليك من أنباء الرسل ما مثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق ونوعظته وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أعمل على مكاناته إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غير السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون جائرات الأخرى وما ربك بجنب أمع شانل